هذا ليس ملجأ لمن لفظهم الفقر إلى مساحة التشرد هذه ساحة مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي بقطاع غزة مقتضة بنازحين تقطعت بهم السبل فلملجأ آمن لهم سوى محيط هذا المستشفى الذي احتضن النازحين حتى غدوا يزاحمون المصابين والشهداء في ساحة لو نطقت لا روت قصصا مروعة من الوجع الذي رسمه القصف الصهيوني الوحشي في القطاع احنا شردنا من الكتر القصف يعني والوضع حانا صعب جدا كل يوم بزيد عن التاني البارح يعني قصف وقرائبنا 15 نفر وإحنا مشردين ومشتتين وفيش أكل فيش شرب مع ذلك الملاذ الأخير هذا لم يعد آمنا بعدما تحولت المستشفيات إلى بنك أهداف للاحتلال في غزة لما كان بات آمنا من الموت سوى الموت من يوم أول يوم الحرب شردنا من بيتنا لما صار البنورات وروحنا على جباليا معسكر جباليا قاعدنا في معسكر جباليا 4-5 أيام قاعدين قصفوا كل المنطقة اللي احنا فيها اللي هي منطقة البخاري السكة حتى في جنوب القطاع مكمن الأمان وفق الدعاء الاحتلال المشهد يكرر نفسه والصور تعيد ذاتها ألف النازحين يفترشون ساحات المستشفيات هربا من حمام الغارات وفي مستشفى النصر في خان يونس النموذج من الشمال إلى الجنوب تعيش غزة نفس الظروف ألم وفزع ومن أخطأه القصف لحقه الموت جوعا رغم ذلك يتشبث الفلسطينيون بالبقاء في مأواهم الأخير فكل دعوة للمغادرة هي نكبة جديدة اشتركوا في القناة